اشتركوا في القناة في يسوع ومريم رح نتعلم مع الاب بيتر مدروس كل هالقضايا الحياتية مسيحيا على الطريقة المسيحية بحسب وصية الله بالانجيل أهلا وسهلا فيك خلينا يكون تحية للمشاهدات والمشاهدين خصوصا بالنسبة للمرأة نعم أنا بدي أفهم منك المرأة المسيحية كيفية تعيش فضائل من خلال مريم العدرة نعم أول قبل ما أرد على هيدا السؤال بفكر في قضية بالضبط الاعتراض أنه أو سوء استخدام الآية مهما أمركم به ففعلوه يعني لو سألت واحد تاني من المنشقين عن الكنيسة أو من الميالين إلى تفسير خطأ إلى سلخ الآية من عرص قانا الجليل بقول لك العدرة بتقولنا مهما أمركم به ففعلوه يعني هاي يسوع اللي بقولكم يا يسوع أنا إنسوني خلص أنا أولدته كفاية هيدا تفسير غلط هيدا كذب هيدا تبلي هيدا تشويه معنى الأمر الأمر أصلا موجه ليسوع هو أمر ديبلوماسي موجه ليسوع الملك السلطان البشرية تأمر ابنها الملك ملك السماء الملك الإلهي لا تأمره كإله تأمره لأنه ابنها دعم هي حاضرة بحياتنا المسيحية مثل ما يسوع حاضر هو قال أنا معكم حتى انقضاء الدهر هي بحسب عقيدة أنه انتقالها بالنفس والجسد وهي موجودة بالكنيسة الغربية مش موجودة بالكنيسة الشرقية علما أنه كمان الأرتودوكس يؤمن وبدون عقيدة بدون ما تكون عقيدة رسلية بأنه كمان انتقلت بالنفس والجسد فهل هي معنى حاضرة لهيك في زهورات في عجائب هيدا صفة موضوع نعم هي حاضرة ربينا يعني مثل ما بزهوراتها عطتنا وصايا هلأ بعد ما عم نشهد ولو أنه الكنيسة بعد ما ثبتت زهوراتنا دي جوريا بس عم نشوف تربية مسيحية برسائلها التربية المسيحية هيدا موجودة في الإنجيل نعم والعضرة أول ما ربت هنتجي تذكرنا فيه ايه العضرة أول ما ربت ما ربتك لا أنت ولا أنا ربت يسوع يسوع بالأول مريم هي أول تلميذي ليسوع في واحد بقول هيه مضبوط بس بدأ الفيلم من الآخر مريم أول معلمة ليسوع تحالوا يسوع تعلم كإنسان كطفل كبابة على حضن مريم وعلى كتف وحضن مري يوسف نعم الصلوات هيدا اللي كان يسوع يصليها بين يديك أستودع روحي إحنا عنا في العائلة ما منغمد عينينا لأنه بابا وماما وجدي وستي كلهم نعلمونا ما تغمد عينيك ما تنام لأنه ممكن تنام وعفوا يعني ما تقوم بدون ما تقول بين يديك أستودع روحي هاي دي من المزامير نعم إذن أولا سيدتنا مريم العذرة يسوع الإنسان هو نتيجة طبعا إلهيا تجسد الكلمة ولكن إنسانيا هو تربية العذراء وماريوس نعم بتعلمنا سيدتنا مريم العذرة العفة ما فينا نوصل لمستوى عفتها ولكن في عفة مطلوبة منا حسب حياتنا تفسيرك للعفة أبونا في عفة قبل الزواج في عفة مع الزواج طبعا في العفة الزوجية مش يعني إنه ما يعمل علاءة الرجال مع زوجته لأ بس يعني إنه يحفظ فراشه الزوجة بدون خيانة وخداع وبدون دانا زي ما بتقول الرسالة إلى الأبرانيين طبعا ما رقوله اسمية بالمئة نعم وفي عنا العفة الكاملة اللي هي التبتل من أجل الملكوت خصيان من أجل الملكوت متى 19-12 وعنا أيضا شو يعني يخصي نفسه بين هللان مش حرفيا زي ما عمل أوريجينوس بل معنويا معنويا إنه يبعد حاله عن العلاقات العابرة والجنسية نعم ولهذا ليس من باب إنه مجبر أو في عنده بإرادته أو في عنده تشويه خلقي بل بالإرادة جعلوا أنفسهم خصيانا من أجل الملكوت نعم من استطاع أن يحتمل فليحتمل نعم شكرا على التوضيح تسلم هلا إذن منتعلم من سيدتنا من يوم العذراء التواضع نعم لأنه اللي بيدمر جنس حواء هو الغرور ما بيفهموا العالم شو يعني تواضع بيفكروا أنه أنا عكس تكبر أنه أنا لما بتحكيني ما بيعطيك أهمية أو بيقول لك شوف شو لابيس أو بيقول لك الماركات اللي أنا بشتريها لك الساعة ما بيفهموا شي يعني تواضع شو يعني تواضع بالزبط؟ إنه الإنسان ما يشوف حاله إنه الإنسان ما يأكل بنفسه مقلب إنه الإنسان ما يفكر حاله عظيم هالعظم وأنه كل شيء مميز فيه هو من حاله من الأنى اللي فيه العذرة بتعترف أنه نالت نعم كبيرة لأن القدير أتاني فضلا عظيما يعني صنع إلي أشياء كبيرة عظيمة قدوس اسمه نظر إلى تواضع أمته التواضع لا يعني إنكار الخير اللي فينا المواهب اللي ربنا أعطانا هي بس نسبة لأله بالضبط نسبها لأله والشر نسبه لنا إحنا نعم إذن تواضع سيدتنا مريم العذرة بعد كل الصفات الفريدة اللي سمعتها من الملاك تب هون بيجي حدا بيقلك معقول العذرة متواضعة وعم تحكي عن حالة أنه متواضعة نظر إلى تواضع إقامته في الواقع إنه الكلمة اليونانية أكتر من إلى تواضع لأنه باليوناني التواضع تابينوسيني سيف قاعد بفرجي حالي إني شاطر معك ومع المشاهدين ولكن الكلمة الموجودة تسنا الكلمة الموجودة تابينوسين تابينوسين أكتر من تواضع هي ذل أو إذا بدك تترجمها تحقر نفسها من أجل مجد الله ما هو شو الظل إن واحدة تطلع حامل مش من خطيبة آه بهيدا المعنى الظل مع مار يوسف نفسه كيف شكل راح تقول له أنا حامل ومش منك يا أبو شباب أو بتعرض حالة للمزلي هيك أصدق لأنه نظر إلى ذل أمته إلى معانات إلى معانات إذا بدك تاخد الكلمة العبرية نعم عن فتنوت يعني معانات يعني بؤس أمته خلينا نفكر هلأ فيقتني شي مهم جدا لما ربنا بده يخرج اليهود العبرانيين من مصر نيح اللي طلعوا شو بقول لك بقول رأيت معانات شعبي شعبي تعرف الفيلم العظيم صفري يعني I have seen the affliction of my people شوف نظر إلى طواضع أمته نظرت إلى معانات شعبي نفس الصورة أنا منذ الآن تطوبني جميع الأجيال إذا هيدا معانات التواضع إيه وتهنئني أنا لما بهنأك بهنأك بشي إما حضرتك حققته أو شي حصل إليك عظيم من دون ما أنت تكون استهلت ولا تزال تحققوا قليل زهوراتها بلور بفاطيمة لتوقف الحروب العالمية اللي راح فيها ملايين روح على كل حال كنيسة لا تعترف فيها رسميا ومع الأسف زي ما قلنا مئة مرة إنه في بشر بقول لك أنا بس بآمن بالكتاب لا لورد وفاطيمة معترف فيهم رسميا نحكي مديقورية بعد ما صار الاعتراف برضو الاعتراف يترك لي برضو يترك للناس إنه إذا ما بدك شخصيا فرديا حضرتك ما تآمن بزهورات لورد 1852 أو فاطيمة 1917 لكن الحرية لأنه هيدمنى من صلب عقيدتنا صلب عقيدتنا في الكتاب المقدس والتقليد والتعليم الكنسي ملخصة في قانون الإيمان إذا نقلنا التواضع فضيلة العفة العفة الحكمة نعم العهد القديم بيوصف الحكمة بتلبق للعذرة وفي أحد الأباء القديسين قال الحكمة تبع سليمان هي العذرة نعم ماربوروس في رسالة تقول للأهل كورينتوس في فصل الثاني بقول إنه المسيح هو حكمة نعم المسيح والمسيح هو قدرة الله إذن عندنا الحكمة كتشبيه في سفر الحكمة وفي بل تشخيص سموه بفرنساوي بروسو بوبي بروسو بوبي ولكن في المسيح هي إيبوستاز نعم يعني الكيان الإلهي نعم الحكمة الإلهية كيف إمرأة بدا تكون حكيمة تاخد قدوة العذرة يعني حكيمة بقراراتها بتعاملها مع زوجها باستعابها لزوجها بتربيتها لأولادها نعم بدا تاخد مثل سيدتنا مريم العذرة ومار يوسف السطرة السطرة عند مار يوسف يعني إنه الرجل الزوج يعني ما يفضح زوجته العذرة السطرة عند العذرة هأن أباك وأنا ما تفضح أسرار العيلة نعم ما قالها ما لي ولك يا عذراء الناس كلهم بفتصوا من الضحك إذا شاب طويل ما بيدخل من هيدا البيب بيقول لوالدته بقولها يا عذراء الناس كلهم راح يضحكوا طبعا إذن يسوع مار يوسف حافظ على السطرة السيدة العذراء حافظت على السطرة يسوع المسيح حافظ على سر الولادة العذرية والحبل البتوني هذا الموضوع بعد راح ناخد فيه جزء تاني لأنه بعد فيه فضائل كتير تقدر المرأة والعالم كله أسطن يعني حتى الزكر والأنسة يقدروا يستفيدوا من فضائل إمنا مريم العذرة نتركوا للجزء التاني أنا وياك نودع المشاهدين على أمل اللقاء في حلقة أخرى الله معكم يا مريم والبكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلك سماء صاراة يا مريم ونحن بانوك في خبائك نحتمي يا مريم ونحن بانوك في خبائك نحتمي يا مريم ونحن بانوك في خبائك نحتمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة